ما تخافش على الأهل لأن الأهل حتى وهو على القمة مش مكتفي ومش مبسوط لأنه شايف أن القمة وحدها مش كفاية لأنه مطلوب حاجات كتيرة تانية لتدعيم ركائز هذه القمة وتلك الصدارة تعادوا للأهل مع الجونة كابتن عبدالزاهر الساقة لاحظ من خلاله هجوم على مارس الكولر هل هو هجوم مستحق ولا هجوم ظالم نشوف الكابتن عبدالزاهر الساقة خلال الفترات اللي فاتت أو خلال ولاية كولر بالتمامه وبالكمال الرجل تقريباً مع العلامة الكاملة في كل مشواره مع الأهلي باستثناء آخر بطولاتين مع النادي الأهلي رصيده كبير جداً هل أنت مع بعض الأصوات اللي تعالت الفترة اللي فاتت اللي بتنتقد كولر إلى حد المطالبة برحيله؟ بص المدرب هو نتائج خلنا بس نطفك مهما كنت أنت مدرب كويس مهما كان عندك أفكار مهما كنت أنت سفي بتاعك عالي نتائج بتاعتك إيه؟ خاصة في مصر وخاصة لما يكون عندك مشروع وخاصة لما يكون بتمرن فريق بحجم النادي الأهلي الملايين ما بيقبلوش بالخسارة خالص ما بيقبلوش حتى بالتعادل ففي كل اللي انت عملته مع النادي الأهلي بيتنسي ودفل سفت الجمهور فانت النهاردة هو مش دامش فيه ظلم الكولر يعني راجل عنده رصيد كبير خلينا نقول مش كولر خلينا نقول مش كولر خلينا نقول مدرب أي مدير فني هيتحط في الهاتة دي خلينا نقول مش كولر يعني ان ده ظلم كبير جدا لراجل الكل شاهد القاسي والدني شاهد ان هو عمل طفرة مع الاهل الفترة اللي فاتت حتى لو كيرف قال للفترة اللي فاتت بس في الآخر ده طبيعي مفيش حد في الدنيا بيقع 365 يوم في السنة كيرفو عالي يعني بس واسه هقولك على حاجة هو ده ظروفه كده جي في نادي شخشيته كده جمهوره كده ما بيقبلش بكده وده من أحد أسباب نجاح النادي الأهلي شكل كبير جدا فأنا شايف ان هو معاك فعل مظلوم جدا في الحتة اللي احنا قولنا على دي لكن قدرك ان انت بتمرن النادي الأهلي قدرك انك بتمرن النادي الأهلي خلي بالك الجملة الاخرانية الختمية دي لين هي دي مربط الفرص يعني فيه ناس تقولك انت بتعود طوله ما الجمهور ما تضغطش ولكن ضغط الجمهور المصحصح المسؤولين المصحصح لين هي اللي بترجع كل حاجة وهي دي حقيقة ودي حقيقة يعني انت انت مشكلة الهجوم وانت بتحدث التفوق انه بي اللي بتاجم ساعة تشرب عدم الانصاف ولك الله مهما عملته ما فيش فائدة بأول وما فيش حاجة اسمها انك حتستمر راجم حيجيلك لحظة تعمل كده وتقوم تاني وهي دي الحتة اللي احنا بنحاول ان احنا يعني نقللها بقدر الامكان علشان ما حدش يحبط ما فيش حد يبقى ايه مش فاري معالي هجوم بقى بتاجين بتاجين مش عارف ايه الناس شخصياته كلها مش واحدة في القوي في اللي بيتهز لكن في ناحية تانية ما هو انك انت لما تشيع اهم الجباهير وده هو الهاجس بتاع الايه هو بيشتغل عشان جماهيره في الاخر يعني ايه بس بطريقته يعني لا يستمد سياساته من املاءات براه ولكن في نفس الوقت لا يمكن يتجاهل الموت بتاع جماهيره ولا مصلحته فالعملية اللي هي ايه على شعره دي هي اللي بيتمازل النادي الاهلي طيب ده خلينا اسألك سؤال فلسافي شوية وده العبد الزار بس انا عايز اقول رصد وبيأكد عليها تمام فكرة انك انت ده قدره انه بيدرب الاهلي والاهلي كيمته انه ما يخسرش او انه بيلعب دايما من اجل المكسب هل ده في حد ذاته ضغط على الفريق واللي هي ديت الشخصية اللي كافيلة بتحقق ده ما هونا ده ضمنا في اللي انا شرحته انك انت بتبقى عارف انك انت ما عندكش طرف ان تفقد مباراة وبطولة وبعدين توصل لمرحلة ما عندكش طرف انك تكسب بدون اداء وبعدين توصل لمرحلة القوصة بقى ما عندكش طرف انك ما تسحقش اللي قدامك طيب يجيلك مدرب ما هون انا انا اقول طيب يجيلك مدرب في لحظة ضغط عصبي من نتيجة مباراة مثلا ولا غير ويقولك ما هو ما فيش مدرب او ما فيش فرقة مطلوب تكسب طول الوقت ده اللي انا بقوله بقى ان الشخصيات مش ذا بعضها انت عايش سفهم الفرق كده تعال نمسك ثلاث مدربين مالجيسي لا سيبك فايلر ده على فكرة فايلر ده تقيم على دور الدور التاني كارسي لانه كانت بقى رامة طوبة كل حاجة ما بشتغلش وهو انما كان واضح انه الشخصية اللي جات في توقيت تعيد الانضباط او تفرده بلاش تعيده تفرده وكان بقى ايه الجزء القاسي بتاع بتاع مانو الجسية بس اللعيبة مالحيتش تشوف الجزء الرحيب بتاع مانو الجسية لان هو دي الميزان اللي مانو الجسية دخل القلوب اللعيبة ومن ثم دخل القلوب الجماهير ايه لكن هل مانو الجسية مكانش بيتعرض له الذات مع الاهلي كان بيتعرض طبعا خسر بطولات مانو الجسية خسر ماتشات مع فرق انا اذكر اول ماتشلو في الدوري كان مع السويس مش كده اه في السويس وخسرناه و رجع بعد ريال مدريد رجع بعد ريال مدريد و ولسه بيعدم اوراق اعتماده للناس بس ايه هنا بقى التوفيق او او هنا لما الاحداث ترتب لك امر انت جاي من خلفية انت كسبان ريال مدريد فانت مديه امارة طب خسرت اربعة اتنين على ملعبك كسبان ثلاثة واحد هناك او هناك الف الناس شايف حاجم يا ره مش عارف هي تقلب عليك بصراحة يعني كويس لحد ما جاي اخر السنة وضعت دوري بتاع ماتشل اسمعيل اتعدلنا في المحلة و اراحت دوري الناس قلبت هو نفسه مره قابلني ف skinny اول مره اشوف بقى ما كنتش عارفه لسه كويس فابول لحمد عبد المالو قال لي زعلان منك قلت لي زعلان مني ليه مصر مانول قال لي انت ما خلصش جودة ليه ما جيبت كان هون معار جودة في السوسرة وخلص الدور السوسي كان لازم يرجع وشهادة الدولية ويه تأيد عندين قلت لي مصر مانول ما حدش قال لي ان فيه مشكلة في جودة خالص ما حدش قال لي ان فيه مشكلة قيده لان ما عندناش سبب فيه العقد مكتوب كده ان مجرد انتهاء اوتوماتيك ليه في آخر يوم في الدور السويسري مكتوب كده الدور السويسري مش الموسم شات الترانسفير سيرتفيكت تجيلنا اوتوماتيك ما عرفش انها ما تبعتتش راحباسس لحمد قال له كده ربما في حد مش عايز ناكسر ودي كان الخلاف اللي اسفر انه مش الشعور ده مع بعض قراءاته بقى هو كان شديد والناس مش متعودة عليه يمكن الشدة دي بعد ما تتعود عليه تقبلها لكن كل اللي مش عالين عليه كانوا متوترين كل الاجهزة المعاونة كانت متوترة وهو ما كانش قادر يديه منصقه الكافي ما نجحتش السنة الاولى لما جيه بعد كده ابتدى يعد درسي كويس لا هو وعد درسه وجالي بعد شوية قال لي الدعم اخباره ويقولت له احنا بنحاول قال لي لا لو فات المعاد هنا ضغط بقى منه عكسي انا حاخد طيارتي وامشي قلت له مسلمان وانا مش بشتري حاجة من السوبر ماركت انا بقول ليش نزلي القلبة دي منعرف واخدها وامشي لانه جشيشا بس اتطمن مفاوضات معظم الحاجات اللي انت عايزة هتجيلك فابتدى اتباعا يحصل الدعم اللي هو استثمره بأحسن طريقة لحد ما كسب ثقة الجماهير تماما ابتدوا يستحملوا يعني انت لما ترجع بتقالة العالم وتخسر 3-0 على ملعبك من اسماعيلي في أول مباراة مين غير منوش يسيب ممكن للناس تقبل هذا كلام لكن الرسيب زي بقولك لكن اعكس لو انت قبل ما تطلع كاس العالم اللي ماتش دا تلعبك سورته 3-0 كنت حتطلع وتخفق في كاس العالم صح ولا لا كنت حتروح بضغط تاني طيب المدارمين لحد ما منوش يسيه فيهم يعني منوش يسيه لما جيف الدوري اللي خدهم من حسام ده كان بعيد كان بعيد وزمالك متقدم سطاع واحدة 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 وكسب الدوري الدكريابيليتي تانية او مصدقية تانية عند الجمهور كان هو قريدي بقى ابتدى ايه يتكلم مع جمهور فوريو اما يكسب بطولة فوريو فوريو هو مانول 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 لدرجة انه لما ابو زوجته توفى الجمهور وقف دي احداد فمراته بعد ما رجعت من الاجازة لقت الجمهور قال لا ده بيقولولك احنا معاك يعني كان حريص انه العلاقة الجمهور وحتى اصرته تحس بيدي وفي مرحلة الماء لا لا عدف البلتغان تعطلين يعني الراجل تفاعل فهم فهم المناخ اللي هو عيشه واستثمره بأحسن طريقة وخد اعلى مردود ممكن ياخده اي مدرد وحقق وقتها اعلى نتائج ممكن يحققها مدرد طب موسماني لما ييجي ويكسب لك دوري ويروح يكسب ثلاث عالم وثاني سنة يكسب ثلاث عالم ويرجع كان متوقع بقى ان الناس تقولوا برا ابواموس مش عارف ايه اللي اهم بيتعاملوا معاك اول ما اتعادل مطشئن الله الله بزمزق ابتدى اقولك بعد ما انو ماشى بقى اتخسرنا الدوري كويس فمنو جسي مقدرش يتفاعل مع الجمهور كان عايز الدلع المستمر ومقدرش يستوع فكرة ان الجمهور ده لا ما بيشبعش بطولات ده انا جايب لكو اول ده انا انا اللي مرجع لكو البطولات الافريقية وانا اللي جايب لكو تالت العالم مرتين انتو عايزين مني ايه يعني هو بينه بالنفس يقول الكلام ده وانا عاد اقول ده 100% لما راح وقعد في المغرب انو راح حتة تانية هو ما راح حتة تانية اللي بعد مدة هل كان معقول بحاجة الله اعلم لكن انا تفسيري انو كرم طبط الدوري ونزال خسيرنا الدوري تاني هو ما كانش مد اعتنا كتير للدوري كان شاف ان البطولة هي افريقيا محوضان من يوفع على كده لو هو فاهم طبيعة بقى وبدل ما يزعل من الضغط الجماهيري يستوعب يديم اللي هم عايزينه لان موسيماني كان لا فاهم كورة وكان يستطيع لو ركزوا وضغط هم مستحملش الضغط كان عايز يستثمر انجازات ان الناس تستحملوا هو مش بشاردوركر امد طيب تعال بقى بعد لما جه كولر اه هو احنا ايه اللي بساطنا بكولر انو كولر كان شخصية هادية كان بيفرض اللي عايزه بدون انفعلات عارف يستوعب الفرقة عارف ياخد احسن حاجة من كل واحد عارف يرجع لنا لعيبة في وظائف جديدة عارف يرجع لعيبة على خطب جماهير سيئة جدا عارف يرجع صخة الجماهير في اللعبة دي شفنا هاني في شكل مختلف شفنا حسين الشحات بشكل مختلف شفنا كريم فؤاد في وظائف وشكل مختلف شفنا كهرباء حتى في مركز كهرباء استوعبوا استثمروا بأعلى ما يمكن شفنا يعني بيرسي تاو ازاي سردوا مع انه قاعد يعلجوا مدة طويلة بيرسي تاو كان عند الجمهور انه ايه اللي جايبيني وفيه بيرسي تاو ده يقدموا في اعلى صورة فهو من خلال ما اكتسبه ومن ثقة مع اللعيبة ابتدى يطبق فكرة انا عندي الضغوط دي وعندي السنة الجاية فكر فيه بدري بدري ازاي يعمل عمليات التدوير والارحات اللي هو عملها السنة اللي فاتت بنجاح وجمهور تقبلها منه يعني ما تيجي تقولي هسوماش حمدي فاتح وجاب لك امام عشور يعني وكان عند بس انت بقى شوف السنة دي كل عناصر التفوق مش موجودة كما كان مروان عطية مش هو مروان عطية الحالة العامة كلها مش اه طلالة كوكا بس انا بيقولك يعني اللعيبة طب اللعيبة دي عندها مؤكد عندها لان مروان عطية ده كان واحد لعيب مهم في النادي الالي في المنتخب مصر مش اي كلام اذا فيه اسباب توزال الاسباب دي يا رب نرجع من المنتخب ونرجع من الراحة دي وقد نعتبرها بداية موسم جديد